اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع هذا البرنامج الاسبوعي قصة الكنيسة مازلنا مع الرسول بولس وهو يحاكم امام المجمع اليهودي وفي حضور الامير كولوديوس في اصح 23 من سفر الاعمال والايات من 6 الى 10 بنجد في هذا الموقف الرسول بولس في مواجهة الفريسيين مع الصدوقيين من خلال حديثه امام المجمع يقول الكتاب لما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون والاخر فريسيون صرح في المجمع ايها الرجال الاخوة انا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الاموات انا احاكم ولما قال هذا حدثت مناذعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة لان الصدوقيين يقولون انه ليس قيامة ولا ملائك ولا روح واما الفريسيون فيقررون بكل ذلك فحدث صياح عظيم ونهض كتبته قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في هذا الانسان وان كان روح او ملاك قد كلمه فلا نحاربان الله ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الامير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به الى المعسكر الحقيقة في هذا الجزء بتواجهنا مجموعة من الاسئلة هل الرسول بولس قصد انه يتسبب في مواجهة علانية بين الفريسيين والصدوقيين وهل من الصواب ان يدعو بولس نفسه فريسيا الحقيقة ما نقدرش ننسب لبولس دوافع غير صحيحة او ادعاء كاذب لكن من الواضح ان تدخل حنانية منذ البداية كان ليه تأثيره على دفاع الرسول بولس امام المجمع هو يعلم ان المجمع بيتكون من اغلبية من الصدوقيين واقلية من الفريسيين وزي ما شفنا قبل كده انه عرف الامير انه روماني الجنسية واراد ان يكشف للمجمع انه فريسي من مولده وتربيته وانه على رجاء قيامة الاموات يحاكم والقيامة بالنسبة له تعتبر اساس راسخ لايمانه وكراسته وفي هذا الامر هو بيتقدم اكثر جدا عن الفريسيين عقدته في قيامة الاجساد واللي يؤمن بيها الفريسيون لكن هو يرى في قيامة يسوع المسيح اساس لقيامة الاجساد وهذا الامر الاخير طبعا لا يؤمن به الفريسيون ويمكن ما يبرر ما صنع بولس في هذا الحوار انه كان يرغب في دعوة الفريسيين الى الايمان المسيحي باعتبرهم اقرب اليه من الصدقين لكن الحقيقة لا برضو لما قال كده حدثت منازعة ومخاصمة بين الفريسيين والصدقين وزي ما كتب البشير لوقة انشقت الجماعة اختلفوا فيما بينهم على ادانة بولس او تبريئته واضح انه في قسم من الفريسيين مال الى تبريئة بولس لكن الصدقيون كان ليهم موقف مختلف وده اللي كشف البشير لوقة عن اختلافات سلاسة بين الحزبيين الحزبين الصدقيون لا يؤمنون بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالارواح في الوقت اللي فيه بيؤمن الفريسيون بكل هذه الامور وبرق الفريسيون ساحة بولس مش بس كده ده قالوا يمكن انه يكون في روح او ملاك قد تكلم اليه لا سيامة في الرؤى اللي اشار اليها وهو في الطريق او الهيكل والفريسيون كمان شافوا انه من يقاوم بولس ربما بيكون بيحارب الله ولما الامير رأى هذا الاختلاف البين في المجمع خاف على سلامة بولس فامر العسكر انه هما يأتوا به الى المعسكر علشان يكون في امان وبصفة خاصة لانه زي ما اعلن قبل كده انه روماني الجنسية فواضح انه هو اخذ بعيدا ومحفوظ الان في المعسكر بمفرده لكن قال في اي 11 في هذا الاصحاح في اعمال 23 قال كده وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال ثق يا بولس لانك كما شهدت لي كما شهدت بما لي في ارشاليم هكذا ينبغي ان تشهد في روميا ايضا تم مع بولس في ارشاليم ما اخبره الرب من قبل تماما وبدأ ليه وكأن وقته في ارشاليم قد انتهى فالخطة الان وشهدت قلبه انه يذهب برسالة الانجيل الى اقصى الغرب في الطريق لابد انه هو يزور روميا ودي كانت كل الافكار اللي بتقول في خاطره اثناء الليل خلاص ارشاليم والشعبها بالنسبة ليه قد انتهى ودلوقتي مشغول برؤية اكبر واوسع انه يصل الى روميا وما بعد روميا ايضا في هذا الوقت وفي اثناء الليل الرب يظهر برؤية مشجعا ومعزيا ويأكد ليه انه قبل شهدته عنه في ارشاليم الرب كان بيعد هذه الخطة والرب رحب تماما وقبل الشهادة اللي قدمها عنه في ارشاليم لكن سيشهد عنه في روميا ايضا ولينا ان نتصور احباي قد دي كانت هذه الرؤية مشجعة ومفرحة في وقت عصيب جدا قضاه بين اليهود اكيد منحته شيء من الراحة وكانت ضرورية علشان يتطلع لمستقبل مبارك فيها يزور روميا كما كان يشتهي لانه زي ما بيقول الكتاب يقول الحكيم في سفر الامثال شهوة الصديقين تمنح لكن بيكمل البشير الوقع بعد كده عن مؤامرة يهودية محكمة بشدة ضد بولوس لكنه نجى منها بعجوبة بولوس ينجو من المؤامرة اليهودية اعمال 23 والايات من 12 الى 35 الحقيقة بعد انتهاء المجمع وعدم تسجيل اي مخالفة ضد بولوس يحاسب عليها القانون الروماني او حتى نموس موسى في قطار ضروري شعره بالاحباط منهم الصدقيين ادباح حناني رئيس الكهنة واكيد برضو اليهود الغيريين لكن دول لم يهدأوا وتشاوروا معا وتآمروا معا ضد بولوس ايه المؤامرة كانت عن عبارة عن ايه ده اللي بنراه في آية 12 الى 15 ولما صار النهار صنع بعض القادة اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين انهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولوس وكل الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من اربعين فتقدموا الى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرمنا انفسنا حرما ان لا نذوق شيئا حتى نقتل بولوس والان اعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا كأنكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عما له ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله خلونا نتصور احبائي هذا المشهد الخطير اربعين واحد من اليهود اتفقوا مع بعض والاتفاق معناه حسب اعتقدهم انهم بيتفقوا امام الله واي واحد ينقض هذا الاتفاق ملعون ورافق اتفاقهم امتناعهم عن الاكل والشرب حتى يقتلوا بولوس وكان ده امر معروف بين اليهود اخبروا رؤساء الكهنة والشيوخ باتفاقهم وطلبوا مساعدتهم انهم يطلبوا من الامير انه يأتي ببولوس لفحصه مرة اخرى وبعدين سيتم قتله قبل ان يصل الى المجمع خطة ارهابية شديدة الاحكام مؤمرة لقتل بولوس هذا ما يدبره عدو الخير لكن ماذا يفعل الله ماذا يعد الله تابع معايا الايات من 16 الى 21 ولكن ابن اخت بولوس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر واخبر بولوس فاستدعى بولوس واحدا من قواد المئات وقال له اذهب بهذا الشاب الى الامير لان عنده شيئا يخبره به فاخذه واحضره الى الامير وقال استدعاني الاسير بولوس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك وهو عنده شيء ليقوله لك فاخذ الامير بيده وتنحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به فقال ان اليهود تعهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولوس غدا الى المجمع كأنهم مزمعون ان يستخبروا عنه باكثر تدقيق فلا تنقاض اليهم لان اكثر من اربعين رجلا منهم كامنون له قد حرموا انفسهم ان لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا وهم الان مستعدون منتظرون الوعد منك في هذا المشهد بيظهر ولأول مرة ابن اخت بولوس والحقيقة ما عندناش معلومات كتيرة عنه هل كانت امه اخت بولوس مقيمة في اوريشاليم هل كان هذا الشاب في اوريشاليم بيتعلم النموس وازاي عرب بالمؤامرة هل كان قريب من المتامرين وسمع بنفسه ام انتشر الخبر بعد ما علم رؤساء الكاهنة والشيوخ الحقيقة كنا نود ان البشير لوقة يقدم لنا اجابات عن تساؤلات كهذه على اي حال لا نشك ان العناية الالهية ضبرت وجود هذا الشاب اللي اخبر خاله في محبسه وبعدين اخبر الامير وبناء على هذه المعلومات اتخذ الامير قراره ايه قرار الامير كان ان بولوس يذهب الى قيصرية بولوس يخرج من اوريشاليم ويذهب الى قيصرية ايه 22 الى 25 فاطلق الامير الشاب موصيا اياه ان لا تقول لاحد انك اعلمتني بهذا ثم دعا اثنين من قوات المئات وقال اعداء مئتي عسكري وسبعين فارسا ومئتي رامح من الساعة السالسة من الليل وان يقدم دواب ليركب بولوس ويوصله سالما الى فيليكس الوالي وكتب رسالة حاوية هذه الصورة اللي حصل انه الامير اصغى باهتمام لهذا الشاب واوصاه ان لا يخبر احدا بانه نقل للامير اخبار المؤامرة وطيقن الامير ان حياة بولوس في اوريشاليم غير امنة على الاطلاق وادرك ان القضية لابد من رفعها لمحكمة اعلى اذا قيصرية على بعد ستين ميل من اوريشاليم وهي بتمثل العاصمة الرسمية لحكم الرومان في المنطقة وبها يقيم الحاكم العام فيليكس اعد الامير هذا الاعداد الكبير من الجنود والفرسان لحراسة بولوس تحسبا لأي مفاجآت من المتامرين صحيح اعد الامير كل هذا لكن بنؤمن ان الرب هو اللي صنع كل هذا هو اللي استخدم ابن اخت بولوس واستخدم كذلك الامير في حماية بولوس ونجاته لان الرب عنده خطة كبيرة خطة عظيمة زي ما اشرنا من قبل ان بولوس يذهب للغرب حاملا رسالة الانجيل وتحقق في هذا المشهد القول القديم كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو مراس عبيد الرب وبالرهم من عندي يقول الرب ثم كتب الوالي كلوديوس الامير كلوديوس كتب رسالة الى فيليكس الوالي هذه الرسالة في الصح 23 والايات من 26 الى 30 كلوديوس لسياس يهدي سلاما الى العزيز فيليكس الوالي هذا الرجل يقصد بولوس لما امسكه اليهود وكانوا مزمعين ان يقتنوه اقبلت مع العسكر وانقصته اذ اخبرت انه روماني وكنت اريد ان اعلم العلة التي لاجلها كانوا يشتكون عليه فانزلته الى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه ثم لما اعلمت بمكينة عتيدة ان تصير على الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك امرا المشتكين ايضا ان يقول لديك ما عليه كن معافا من هذه الرسالة احبائي عرفنا اسم الامير اللي هو كلوديوس لسياس اما كيف عرف البشير لوكا بمحتوى الرسالة غالبا من الرسول بولوس لانه بعد كده سمعها من فيليكس او قرأت على ما سمعه في حضور بولوس وفي الرسالة يلخص كولوديوس ما حدث ولن يكن امين من جهة جنسية بولوس الرومانية وانه انقزه واقر ان المسألة كلها مرتبطة بعقائد اليهود والمسيحيين وليست متعلقة بقانون روماني فبولوس اذا بريء ولا يستحق الموت او حتى السجن واشار الامير للمؤامرة اللي كانت بتعد لقاتل بولوس واعتبرها السبب الرئيسي في ارساله الى قيصرية واضح ان الامير سيرسل وفد من المشتكين على بولوس الى قيصرية وهناك وضع بولوس في السجن في قصر هيرولوس في قيصرية وده اللي بنرى بعد كده وده موضوع حديثنا بمشيئة الرب في الاسبوع القادم واحنا بنكمل محاكمة بولوس هناك سجنه ومحاكمته في قيصرية مرة تانية احبائي بنتأكد من القول المبارك اكرم الذين يكرمونني رسول بولوس طول الوقت بيكرم الرب بيدافع ويحامي عن رسالة الانجيل فهل يتخلى الرب عنه اطلاقا كن امينا وصق تماما ستكون امانة الرب اكثر كن امينا في حياتك في خدمتك في رسالتك سيكون الرب معك ليس فقط حاميا ومدافعا لكن ايضا مستخدما بقوة وبصمر متكاسر لحساب الملكوت هذا النموذج الرائع بولوس واحنا بنتأمل فيه تصرفاته وسلوكه حتى في مثل هذه المواقف الصعبة بنتعلم وارجو كلي نروح التعلم باستمرار وإلى لقاء جديد في مثل هذا الوقت الاسبوع القادم نكمل هذا التاريخ المقدس في حياة هذا الرسول العظيم والرب معكم اشتركوا في القناة